طبيب شاب تخرج منذ خمسة أعوام ويعمل بإحدى المستشفيات الحكومية وكل أمله أن يفتتح عيادة خاصة به مثل صديقه الغني الذي تخرج معه ويعمل في نفس تخصصه لذلك كان حريصا على جمع المال ولا ينفق على نفسه أو على خطيبته أو على أسرته إلا أقل القليل وكان يعاني من ضيق في الصدر ومن صداع وشعور بالحزن ولم يعرف لذلك سببا في أحد الأيام وهو بالمستشفى جاءت سيارة الإسعاف بشاب قد أغمي عليه ويحتاج إلى علاج مكثف وغالي الثمن فظل بجانب المريض مدة طويلة حتى أفاق فطمأنه أنه بخير وأخبره أن علاجه يحتاج مبلغا كبيرا وطلب منه أن يتصل بأهله لتدبير المبلغ فأخبره المريض أنه من قرية بعيدة وأهله فقراء أثناء الحديث تدخلت إحدى الممرضات وتكفلت بعلاجه على نفقتها فتعجب الطبيب لأنه يعلم أن راتب هذه الممرضة قليل ولها طفلان تنفق عليهما ومع ذلك وجدها تبتسم وتقول له اطمئنا يا دكتور فالله يخلف علي أضعافا مضاعفة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ما نقص مال عبد من صدقة ظل الطبيب يفكر في تصرف وكلام الممرضة كثيرا كما فكر في أصدقائه الذين يتبرعون ويتصدقون ومع ذلك يراهم في رخاء ويوفقهم الله ويحقق لهم ما يتمنون فدع الله قائلا اللهم قيني شح نفسي واجعلني من المتصدقين وعند دخول الشتاء ذهب الطبيب لشراء بطانية له من أحد المحلات فوجد رجلا فقيرا متعففا يسأل صاحب المحل عن أرخص البطانيات سعرا لأنه يحتاج لثلاث بطانيات لأسرته وليس معه إلا مبلغ قليل وعندما أخرج المبلغ وجده صاحب المحل لا يكفي لشراء بطانية واحدة وقبل أن ينطق صاحب المحل غمز الطبيب له وابتسم وقال للرجل الفقير هذا المبلغ يكفي ويزيد انشرح صدر الرجل وسلم المبلغ للطبيب ثم أخذ البطانيات الثلاث ومشى والفرحة تقفز من عينيه وقام الطبيب بدفع الثمن كاملا وقال لصاحب المحل والله لو لا عزة نفس هذا الرجل ما أخذت النقود القليلة التي معه لقد خشيت أن أحرجه وأظهر له أنني أتصدق عليه وأجرح كرامته خرج الطبيب من المحل مسرورا فهذه أول مرة يتاجر فيها مع الله لذلك شعر بالراحة وانشراح الصدر وما إن وصل إلى بيته حتى وجد والده يستقبله في سعادة ويقول له لقد انتظرك صديقك الطبيب صاحب العيادة ليعرض عليك عيادته بأدواتها لتحل محله لأنه سيسافر خارج البلاد لأربع سنوات ولا يريد منك شيئا فقط عندما يعود تسلمه العيادة ويتمنى أن يوفقك الله خلال هذه المدة بتجهيز عيادة لك لم يصدق الطبيب ما يسمعه فسجد لله شكرا بعدما حقق له حلمه عن طريق صديقه الطبيب الذي أسرع إليه ليشكره من كل قلبه ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كمار صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد